الله أكبر و كبيرا و الحمد لله كثيرا و سبحان الله بكرة و أصيلا إننا نستقبل عيدنا في هذا العام في ظرف استثنائي و لكن تبقى فرحة العيد هي فرحة العيد العيد هو طاعة و مناسبة تكافئ نفسك أنك تقربت إلى الله تكافئ نفسك أنك تعبدت الله هي شعيرة من شعائر الله ماذا يمكن أن نفعل لنفرح أطفالنا و هم في البيوت ينبغي لرب الأسرة أن يجعل هادان اليومان من أفضل الأيام بالنسبة للبيت أنت أبرز مظاهر الفرح و السرور عندك بالعيد في بيتك نفسه كان في حد من يشاهدني الآن اجمع أهلك وصل معهم بصلاة العيد كما هي شعائر العيد أول أيام العيد الساعة السادسة صباحا على قناة الريان اشتركوا في القناة